بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي الله والطالبات بمادتنا الجميلة بمادت التربية الفنية اليوم بإذن الله بيكون درسنا لهذا اليوم فنرسم الكرتون الكركاتير واحد هذا هو درسنا لهذا اليوم في البداية عزيزي الله والطالبات أخذنا في الحصة الماضية كان درسنا التشكيل بالقشرة الخشبية ذكرنا الكثير من المعلومات بالنسبة للقشرة الخشبية من ضمنها أنواع القشرة الخشبية وأساليب التشكيل بالقشرة وخطوات العمل وطبقنا واستعرضنا لكم بعض أعمال مختلفة متعددة باستخدام القشرة الخشبية وشكنا له على أشكال زخارف إسلامية واستعرضنا له طريقة سلوب الفلتو وغيرها من الأسليب المختلفة والمتعددة باستخدام القشرة الخشبية وذكرنا لكم بعض المعلومات عن الانتراشيا وغيرها من الأسليب المختلفة والمتنوعة هذا هو بالنسبة للحصة الماضية درسم الحصة الماضية اليوم بدل الله هندخل في مجال الرسم أو مجال اللي هو فن رسوم الكرتون اللي هو عندنا موضوعين الموضوع الأول هو فن رسم الكرتون الكركاتير واحد والموضوع الثاني فن رسم الكرتون الكركاتير اثنان اليوم بدل الله سوف نتعلم في هذه الحصة سنأخذ الشخصيات الكركاتيرية وميزاتها أيضا أدوات وطرق رسم الشخصية الكركاتيرية في البداية أعزائي الطلاب والطالبات الكركاتير هو رسم بسيط وتعليق فكاهي أو رسم فكاهي دون تعليق يعشقه كثير من الفنانين لإظهار انتقاداتهم ورأيتهم للأشياء ومعالجتهم للمشاكل الاجتماعية والسياسية بشكل ضريف ومبالغ فيه هذا هو بالنسبة لرسم الكركاتير يعتبر أسلوب مثل ما ذكرت لكم يعبر على سبيل المثال بعض الأحداث وممكن يعبر عن بعض الأمور وغيرها بأسلوب فكاهي مثل ما ذكرت لكم هذا هو بالنسبة لطريقة رسم الكركاتير يعتبر بهذا الأسلوب مثل ما ذكرت لكم أيضا حتى الشخصيات والأشكال دائما تكون بأشكال مبالغة فيها للتعبير عن بعض الأحداث والتعبير عن سواء كان مشاعر وغيرها من الأفكار المختلفة والمتنوعة ويتم تعبيرها بأسلوب فكاهي مثل ما ذكرت لكم أيضا تلاحظون أمامكم عندنا كركاتير للفنان السعودي عبد الرحمن هاجد عبر فيه عن بعض المشكلات التي تواجه اللي هو مشاكل مواقف السيارات وكيف بعض الأشخاص لا يحصلون على موقف سيارة ويقومون بتوقيف بطريقة غير نظامية بهذه الأشكال هو بالغ في محاولة التعبير مثل ما تلاحظون هذا هو طريقة رسم الكركاتير بهذا الشكل تلاحظونا أمامكم يتم التعبير بشكل مبالغ فيه هذا هو أسلوب رسم الكركاتير طبعا عبر بهذا الشكل تلاحظونا أمامكم عندنا الجدار ووقف بجانبه بشكل مائل هو طبعا هذه أحد أساليب لطريقة الرسم رسم أسلوب الكركاتير أيضا طبعا عندنا السؤال بسيط لما تلاحظونا أمامكم هو رسم بسيط وتعليق فكاهي أو رسم فكاهي دون تعليق وعشقة كثير من الفنانين هل هو الكركاتير أو المانغا أو التعليق الفكاهي أحسنت ما شاء الله تبارك الله مثل ما ذكرت اللي هو الكركاتير هو رسم بسيط وتعليق فكاهي أو رسم فكاهي دون تعليق وعشقة الكثير من الفنانين هذا هو بالنسبة للكركاتير أما بالنسبة للشخصية الكركاتيرية هي الشخصية المستخدمة في رسم الكركاتير والتي يدور حولها موضوع الكركاتير وتكون شخصية خاصة بالفنان ومن اختراع أيضا أنه يعد أو يعتمد اللي هو رسم الكركاتير على النقطة والخط كعنصرين أساسيين في تصميم الشخصية الكركاتيرية خصوصا والرسم الكركاتيري بشكل عام هذا هو بالنسبة للشخصية الكركاتيرية الكركاتيرية طبعا يقوم الفنان على سبيل المثال أو طبعا باستخدام ويتشكيل أفكار متعددة بالنسبة للشخصية الكركاتيرية يبتكر شخصية كركاتيرية طبعا تلاحظون أمامكم يكون بأشكالها على سبيل المثال مبالغة بعض الأحيان ممكن في تكبير بعض الأمور ولتوصيل رسالة معينة وتوضيحها بالنسبة لهذه الشخصية هذه بالنسبة لطريقة رسم الشخصية الكركاتيرية عندنا بعض الشخصيات تلاحظون أمامكم عندنا شخصية فلفل للفنان المصري زهدي العدوي أيضا عندنا شخصية سلطان الفنان السعودي محمد الخنيفر هذه بعض الشخصيات الكركاتيرية طبعا مثل ما ذكرت لكم الرسم الكركاتير هو يعتبر تعبير فكاهي يعبر عن كثير من الأفكار سواء كان في المجتمع أو بعض الأمور بشكل عام ويعبر عنها بتعبير فكاهي مثل ما ذكرت لكم هذا هو بالنسبة للشخصية الكركاتيرية يتم إضافة تكبير بعض العناصر وتصغير بعض العناصر ويعبر بهذه الطريق وبهذه الأسلوب مثل ما تلاحظون أمامكم يبالغ في حجم الأمور سواء كان من ناحية التفاصيل وغيرها مثل ما تلاحظون طبعا يعتمد مثل ما ذكرت لكم على الرسم الذي هو مثل ما ذكرت لكم على النقطة والخط يكون عنصرين أساسيين في رسم الشخصية الكركاتيرية وهذا هو بالنسبة للتعبير بالنسبة للشخصية الكركاتيرية تلاحظون كيف تكبير بعض الأجزاء مثل ما ذكرت لكم في هذه الشخصية أيضا عندنا تلاحظون أمامكم عندنا رسم الوجه بالخط البسيط والنقطة تلاحظون أمامكم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يمكن يتم رسم الشخصية الكركاتيرية طبعا يوجد طرق متعددة لرسم الشخصية الكركاتيرية هذه بعض الأفكار يمكن يتم رسمها باستخدام النقطة والخط ويتم رسم أفكار بسيطة ومتعددة بالنسبة للشخصية الكاركاتيرية أيضا ممكن يتم رسم الكثير من الأفكار والأشكال المتعددة بالنسبة للشخصية الكاركاتيرية عندنا أيضا نشاط انظر إلى الشكل المجاور هل الصورة لشخصية حقيقية أم شخصية كاركاتيرية لو نظرنا إلى الشكل اللي تلاحظونا أمامكم في الشكل 107 ممتاز أحسنت هذه الشخصية كاركاتيرية مثل ما لاحظتم هذه الشخصية اللي هو شطة للفنان المصري زهدي العدوي مثل ما ذكرت لكم هذه بعض أفكار وطريقة رسم الشخصيات الكاركاتيرية طبعا ممكن نقوم بابتكار شخصيات من خيالنا الواسع ونقوم بإضافتها وإضافة بعض الأفكار المتعددة والمختلفة مثل ما ذكرت لكم وتكبير مثلا بعض الأجزاء وتصوير بعض الأجزاء المختلفة والمتنوعة هذا بالنسبة لرسم الشخصية الكاركاتيرية ممكن نكون بعد ليس فقط شخصية شخصيات متعددة وغيرها وأفكار كثيرة ممكن نعملها بالنسبة لهذا الفن اللي هو الكاركاتير طبعا مثل ما ذكرت لكم هذه شخصية كاركاتيرية عندنا السؤال هو كالتالي يعتمد رسم الكاركاتير على فراغ والخط كعنصرين أساسيين في تصميم الشخصية الكاركاتيرية هل هي المبالغة أو النقطة أو التعليق الفكاهي ممتاز أحسنت مثل ما ذكرت اللي هو النقطة طبعا نعتمد رسم الكاركاتير على النقطة والخط كعنصرين أساسيين في تصميم الشخصية الكاركاتيرية بالنسبة لمميزات الشخصية الكاركاتيرية طبعا حتى تكون الشخصية مثيرة ومميزة يجب أن تتميز بالبساطة ووضوح الرموز واخر نقول مع التركيز على أهم التفاصيل هذه الشخصية وعيوبها المبالغة في ظهرها أيضا بمعنى إذا كانت الشخصية سمينة مثلا نبالغ في إظهار هذه السمنة وهكذا على سبيل المثال ممكن بعض الشخصيات نبالغ في تفاصيلها وبشكل مثل ما ذكرت لكم مبالغ فيه نحاول توصيل رسالة من ناحية الشخصية عن اللي سواء كان المشكلة أو غيرها مثل ما ذكرت لكم هذه بالنسبة لطريقة رسم الشخصية الكركاتيرية تلاحظون أمامكم عندنا على سبيل المثال كركاتير للفنان السعودي ربيع بهذا الشكل تلاحظون أمامكم عبر عن مشكلة السمنة بهذا الشكل وبهذا الطريقة بتعليق برسم نقدر نسميه فوكاهي بهذا الطريقة طبعاً يعبر عن المشكلة لتوصيلها للمجتمع أن يوجد عندنا مشكلة في السمنة فممكن يتم تعبيرها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وأيضاً كثرة الجلوس أمام التلفاز واللعب بالأجهزة الإلكترونية يسبب السمنة مثل ما تلاحظون أمامكم ومعبر بأبسط الطرق عن مشكلة بهذا الشكل طبعاً ممكن نعبر عن كثير من مشاكل بشكل عام سواء كان من بعض التصرفات وغيرها أيضاً رمي النفايات بعض الأشخاص يقومون برمي النفايات ممكن نقوم برسمهم بأشكال مبالغة فيها ونعبر عن بعض المشاكل بطريقة فوكاهية لتوصيل رسالة بالمشكلة بهذه الأشكال تلاحظون أمامكم بالنسبة لطرق رسم الشخصية الكركاتيرية طبعاً أول ما يجب رسمه في الشخصية الكركاتيرية هي الوجه والانفعالات طبعاً الوجه والانفعالات يجب أن نقوم بإبرازها على سبيل المثال استعمالكم في الكركاتير قبل قليل اللي هو الشخصية السمينة كان متحمس أثناء اللعب وسعيد لكن كان مثل ما تلاحظون أمامكم نرجع لكم لهذه الشخصية مثل ما تلاحظون أمامكم كان سعيد جداً ويلعب وهو مستمتع لكن هذه سببت له مشكلة اللي هي السمنة بسبب قلة الحركة هذه بالنسبة للفعالات يكون شكله نقدر نقول مندفع ويشاهد ومركز مع التلفاز واللعبة اللي يلعبها بهذا الشكل باستخدام أجهزة الإلعاب الإلكترونية فهذه سببت له مشكلة اللي هي السمنة فتلاحظون أمامكم اللي هو وجهه وتفاصيله كيف مركز في اللعب ونسى نفسه أنه كل ما لا ينتفخ أكثر وأكثر وكل ما لا يسمن فيعتبر مثل ما تلاحظون أمامكم هذه أحد المشاكل وهذه هي طريقة اللي هو التعبير بالنسبة للإنفعالات ومثل ما ذكرت لكم أول ما يجب رسمها في الشخصية الكريكاترية هي الوجه والإنفعالات وكيف ممكن نقوم برسمها في البداية في حال مثلا نكون شخصية كيف ممكن نرسم الشخصية والشخصية الكريكاترية بأشكال متعددة ومتنوعة في أوجه وأشكال طريق وطرق متعددة وممكن نقوم برسمها وهو منفعل وهو سعيد وغيرها من التفاصيل اللي ممكن نقوم برسمها مثل ما ذكرت لكم هذه هي بالنسبة لطريقة رسم الشخصية الكريكاترية تلاحظون أمامكم عندنا تابع له خطوات الآتية هذه هي طريقة رسم الشخصية الكريكاترية ممكن نقوم برسم الشخص وهو في حالة الغضب تلاحظون كيف حواجبه إلى الأسفل أو نقدر نقول مرتفع إلى الأعلى أو نقول مائلة بهذا الشكل تلاحظون أمامكم عندنا أيضا الوجه في شكله العادي من غير انفعالات مثل ما تلاحظون أمامكم عندنا في حالة الغضب الحواجب تلتقي بهذا الشكل في حالة الوجه العادي يكون بدون أي انفعالات تكون حواجبه بشكل عادي أيضا عندنا أيضا في حالة التعجب كيف تلاحظون اللي هو متقوسة وبعيدة وأيضا نقدر نقول اللي هو وجهة طبعا بعيدة عن بعض اللي هو من ناحية اللي هو الملامح أيضا عندنا في حالة الدخول مثل ما تلاحظون أمامكم كيف اللي هو الفم والحواجب كيف يكون تعبيرها أيضا عندنا في حالة الحزن والسعادة هذه بعض الأفكار وعندنا اللي هو شكل الوجه في حالات انفعالية مختلفة بهذه الطريقة ممكن نقوم برسم الشخصيات الكركاتيرية بطرق متنوعة ومتعددة مثل ما ذكرت لكم هذا هو بالنسبة لرسم الشخصية الكركاتيرية طبعا بالنسبة للأدوات اللي نحتاجها في رسم الكركاتير عندنا تتنوع الأدوات المستخدمة في الرسم الكركاتيري ولكنها تعتمد على أدوات الأساسية وهي قلم الرصاص بدرجاته أيضا القلم الأسود السائل ممكن نحتاج إلى ألوان بشكل عام ولكن لا نحاول نكثر الألوان تكون ألوان بسيطة جدا لتوضيح وتبسيط الكركاتير بقدر الإمكان نستخدم ألوان بسيطة أيضا حاليا في وقتنا الحالي كثير من الفنانية يستخدمون اللي هو الرسم الإلكتروني في رسم الكركاتير ممكن يقوم برسم يستخدم الأدوات الرقمية ويقوم برسم الكركاتير بأبسط الطرق ويستخدم بعض البرامج المخصصة للرسم ويقوم برسم الكركاتير بأبسط الطرق باستخدام اللي هو الأدوات الإلكترونية أو خلق نقول اللي هو الحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة يستخدمون الرسم الرقمي ويقومون برسم الكركاتير ويكون اللي هو سهل نشرة مثل ما ذكرت لكم الأدوات متعددة نستخدم اللي هو مثل ما ذكرت لكم قلم الرصاص بدرجاته أيضا القلم الأسود السائل وبعض الفنانين يستخدمون اللي هو ألوان الفلوماستر ويستخدمون اللي هو ألوان بسيطة جدا لا يحاولون لا تحاول بقدر أمكان تكثير ألوان لا تكون ألوان بسيطة ويكون رسم بسيط لتوضيح اللي هو الرسالة بالنسبة للكركاتير مثل ما ذكرت لكم هذا هو بالنسبة للأدوات اللي يتم استخدامها عندنا نشاط تلاحظون أمامكم تعمل في الشكل 109 وصممي شخصية كركاتيرية ترى أنها تعبر عن شخصيتك كيف ممكن ترسم شخصية مثل ما ذكرت لكم ممكن على سبيل المثال نرسم اللي هو بعض الأشكال اللي تلاحظون أمامكم تعبر عن انفعالاتنا بشكل عام في بعض المواقف ممكن تواجهنا كثير مواقف ونستخدمها في عملية التعبير عن الكركاتير ممكن نقوم برسم اللي هو في حالة الذهول أو في حالة الغضب أو غيرها نعبر باستخدام الكركاتير ممكن نرسم شخصيتنا بشكل بسيط في انفعالات متنوعة ومتعددة هذا هو بالنسبة لطريقة الرسم بالنسبة للكركاتير طريقة الرسم تلاحظون أمامكم لا يوجد اللي هو فيه تفاصيل كثيرة رسم جدا بسيط يعبر عن ليوصل رسالة معينة مثل ما ذكرت لكم بطريقة فكهية هذا هو بالنسبة لطريقة الرسم للكركاتير تلاحظون أمامكم عندنا عدة انفعالات في حالة السعادة والحزن أيضا الذهول والتعجب والشكل العادي أيضا والغضب هذه بعض الطرق اللي ممكن يتم استخدامها وإضافة اللي هو كثير من التفاصيل يعني على سبيل المثال ممكن نضيف اللي هو ليس فقط الوجه ونضيف اللي هو بعض أجزاء الجسم ممكن بأشكال مبالغة وتفاصيل كثيرة ومتعددة مثل فيه أيضا ممكن نرسم الجسد ونقوم بإضافة على سبيل المثال بعض حركات اليد وغيرها في حالة مثلا السعادة والفرح وغيرها والحزن وممكن يكون واحد حزين ويجلس مع نفسه ممكن نقوم برسم هذه التفاصيل المختلفة والمتعددة في رسم الشخصية الكركاتيرية ممكن على سبيل المثال أيضا من ناحية الملابس والتفاصيل توضح التفاصيل الشخصية توصل اللي هو ورسالة بحالتها الاجتماعية وغيرها من التفاصيل المختلفة والمتنوعة طريقة رسم الشخصية الكركاتيرية تعتبر أمر مهم بالنسبة للكركاتير ويعتبر ممكن نقوم فيه بالبداية أيضا لو تلاحظون طبعا نستخدم في عملية التعبير عن الانفعالات والانفعالات بشكل عام للشخصية نفسها وممكن نبدأ فيه اللي هو بالرأي رأينا ويكون يعبر مثل ما ذكرت لكم بطرق مختلفة ومتنوعة هذا هو بالنسبة للتعبير أو نقول لرسم الشخصية وتصميم الشخصية الكركاتيرية مثل ما ذكرت لكم في النهاية عزيزي طلاب والطالبات شكرا لكم عزيزي طلاب والطالبات على حسن متابع والاستماع تعلمنا الكثير وبالنسبة لرسم الكرتون الكركاتير كيف ممكن نستخدم ونرسم الكركاتير بطريقة فكاهية وأيضا نرسم كيف نرسم الشخصية الكركاتيرية بأبسط الطرق مثل ما ذكرت لكم طبعا نحتاج إلى تركيز ونحتاج إلى مهارة قليلة في الرسم لنرسم هذه الشخصية هذه بعض الأمور اللي يجب الانتباع لها نحاول نتعلم كيف نرسم بعض الأشكال البسيطة وبعد ذلك ننطلق ونرسم كركاتير فكاهي مثل ما ذكرت لكم شكرا لكم ونلتقيكم بإذن الله في الحصة القادمة وفي أمان الله